قبل ما نبدأ بقى أولى فقراتنا في هذا اليوم المبارك العظيم خلونا نروح نصبح على زميلتنا ليندا صباح الخير يا ليندا صباح خير يا أحمد صباح خير بساند صباح خير عليك يا ليندا صباح خير طيب يا أحمد كونسان أنت طيب يا بساند الحقيقة يا أحمد نسبة الرطوبة بزالت عالية وهتكون عالية الشهر ده وشهر 8 كمان فدي أبرز ظاهرة جوية معنا النهاردة وده كمان هيسبب أن احنا هنحس أن خرارة الطقس أعلى من درجة الخرارة الفعلية صباح خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.90 أما الشراء سجل 18.83 اليورو البيع سجل 19.26 أما الشراء فسجل 19.18 الجنيه الاستليني البيع سجل 22.65 والشراء سجل 22.55 الفرانك السويسري البيع سجل 19.44 والشراء سجل 19.36 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.82 أما الشراء فسجل 2.80 الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه و3 قروش والشراء سجل 5 جنيه وقرش الدينار الكويتي البيع سجل 61.57 أما الشراء فسجل 61.16 وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12 بالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 840 جنيه لجرام وعيار 21 سجل 980 جنيه لجرام وعيار 24 سجل 1.120 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 7.840 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعا أخوال تقص يوم وقفة عرفات النهاردة الجو هيكون شديد الخرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد النهاردة كمان هيكون فيه ارتفاع في نسب رطوبة الصبحة وده هيزود الإحساس بخرارة التقص عن المتوقع بقيم تتروح بين درجتين لتلات درجات كمان كان فيه شبورة مائية الصبحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30 هنتابع مع حضراتكم أحوالي تقصب التفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية